السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم عندي واليوم قراءة لعزيزي برج الحود الشمسي والقمري والطلع لشهر جوان او يونيو او حزيران ولا تنسوا انها قراءات عامة ومعامة قد تنطبق على البعض منكم جزئيا او كليا وقد لا تنطبق على البعض الاخر لذلك لا تنسوا استشارات برجكم الشمسي والقمري والطلع غاد نشوف القراءة وغاد نشوف ما هي ناصحات الملائكة وكان تمنى لكم حظ سعيد حظ سعيد حظ سعيد يا رب الحبيب ولا اتمنى لكم حظ سعيد فقط في هذه القراءة بل في حياتكم يا رب تمنى لكم حظ سعيد لنبدأ بسم الله هذه غاد نخلوها مدامت تريد ان تتكلم الكارت فلنتركها خلوها هنا يا عزيزي برج الحوت اه في هذا الشهر انا ارى كترة الرزق المادي ستتلقى مبلغ معينين المال لكن خارج الراتب الشهري اذا كنت يعني كتشتغل اذا كنت تعمل وخا يعني مال اضافي انا ارجو اكستخا وخا اه هو اه يعني هذا المال هو عضاء ورزق مادي سماوي وخا ربما انت بسبب الدعاء وكنت تنتظر هذا المال وسيصلك ان شاء الله قريبا في هذا الشهر وخا بنواصل هادي احتهية تريد ان تتكلم فتعالي معي الجمعية هادي كذلك تريد ان تتكلم معان ثقة نارية كنشوف هنا يا ثقة نارية البعض منكم اه يحاول فقدان الوزن بعد شهر رمضان البعض منكم يعني اه تخلى عن الحلويات والنشوية والمعجنات بغطب عفور مزيان 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 اذا دي مرة ما هي طاقة المرتبطين فهادي بغطس اهضر بيان فيني مادام منواصل عزيزتي بنسبة للمرتبطين انا اعرى انك احيانا تشك في الحبيب تشك في الحبيب لانه لا يتكلم عن الزواج وعن الاستقرار نعم وهذا ليس لانه لا يحبك بل فقط عدم الثقة هو يراك انت بحال انسان مقدس يراك انت انسان يعني في الاعلى يعني في العرش نعم يراك كالنجمة يعني عالية وهو يعني يرا نفسه يعني بحال انت جالسة في العرش هو قدام رجلك همتوني يعني هو يحس بعدم الثقة ويحس انه لا يمكنه اعطاؤك ما تستحقه اذا اسباب عدم تكلم الحبيب عن الزواج والاستقرار هي فقط يعني اسباب مادية وخا وليست عدم الحب وهدي الاشياء التي تفكر فيها انت وخا يعني البعض منكم انا ما زلت مع المرتبطين البعض منكم بنسبة للمرتبطين لديكم لديكم علاقة في السر يعني تعيشون يعني علاقة في السر ربما هناك يعني احدكم يعني مرتبط او متزوج لكن البعض منكم بالنسبة للمرتبطين ما زلتم مع المرتبطين عندكم علاقة في السر وانا اتكلم مع الرجل والنساء دائما ما تنسوجوا انا قراءاتي معممة كانت تكلم على النساء والرجال والمتزوجين والكل وخا ينواصل نحن ما زلنا مع المرتبطين اا قلنا ان المرتبطين البعض منكم هناك شك لان الحبيب لا يتكلم عن الزواج والاستقرار لكن هي فقط عدم اثيقة والبعض الاخر منكم بالنسبة لمجموعة المرتبطين تعيشون علاقة في السر نعم وانت تحتاجوا اا اا تحتاجوا لان يعني لاني وضحها لك يعني ما مصر هذه العلاقة يعني عيد عيد انتيا وماذا سيفعل بالطرف الاخر واخر والطاقة بالنسبة هي طاقة ترابية ونارية واخر بالنسبة للمرتبطين طاقة ترابية ونارية واخر بالنسبة للمرتبطين والان سنرى ما هي يتقد العزب ماذا يحدث مع العزب وبالنسبة للعزب انا يعني انا بالنسبة العزب هاتي بغا تهضر نخلوها العزب بالنسبة لي يعني كل من ليس لديه علاقة يعني كان مطلقون والارامل كذلك انا يعني ينتمون لمجموعات العزب بالنسبة لي واخر يعني يعني بالنسبة لي العزب هم ليست لديهم علاقة كان مطلقون او ارامل كانوا ارامل او كان يعني ما تزوجش في حياتهم فهمتون اياك واخر اذا لنرى ماذا يحدث مع العزب ماذا يحدث مع العزب عزيزي العازب كنت مطلقا او كنت ارملة او عازبة او عازبة انا اتكلمها الرجال والنساء من جديد كنشوف ان انسان من الماضي سيعود شخص من الماضي يعني لم يعني ما كانش على بالك ابدا لم يخطر على بالك ابدا انه سيظهر في حياتك هذا الانسان واخر ويريده يعني بداية معك يريد بداية معك البعض منكم ربما سيرفضون هذا الانسان سيرفضون لكن هذا الانسان قد يكون زوج يعني زوج بالنسبة للمطلقين وبما هو زوجك يعني زوجك نعم كان زوجك الان لا هذا الانسان سيعود ويعني ويريد بداية معك والاخرون يعني هو شخص من الماضي كتعرفوه ان لم تكن يعني تجمعوكم مع يعني ما كان عندك حتى شي حاجة مع هاد الانسان لكن كتعرفوه من الماضي ولم تجمعوكم اي علاقة ويريد الان بداية معك وهو معجب بزاف معجب معجب ومهتم بك بزاف بزاف نعم ويريد بداية معك لكن ارى ان يعني انتما ربما سترفضون هذا الانسان هذا الشخص لكن هو معجب بزاف بزاف بكم معجب بزاف لكن انت سترفض هذا الانسان سترفض هذا الانسان لا ادري لماذا لكن انت يعني اراك يعني طاقتك هي الكبرية ولا تريد حتى رؤية هذا الانسان مهم شرحه لاني يجب ان اتابع القراءة واخره لكن هذا الانسان يريد ان يهب لك حبه وانت لا تريد حتى رؤيته حتى وان كانت معه يعني بالنسبة للمطلقين اذا كان زوجك من الماضي يعني لا تريد حتى رؤيته لكن بالنسبة للعزب هو فقط شخص يعني كتعرفوه لكن هو مهتم بزاف ومعجب بك وكذلك لا تريدون يعني لا تريدون مهم شرحوا لانتما في التعليقات ماذا يحدث لاني لا افهم لا افهم لكن هذا ما يقوله افطارت هذا الانسان معجب يعود من البعض لكن انت عزيزتي يعني كبرياءك يعني طاقتك هي الكبرياء ما هو لا تريدون هذا الشخص لا تريدون هذا الشخص مهم والان لما نرى ما هي طاقة المنفصلين ماذا يحدث مع المنفصلين وخة بالنسبة للمنفصلين العزيزتي انت تطلب العدالة تطلب العدالة يعني انت طاقتك هي التعب والارهاق لدرجة يعني ما كتقدرش حتى التنفس لا يمكنك حتى التنفس وانت تدعو الله يعني العدالة تدعو الله يعني ان تحدث معجزة يعني هناك ظلم هناك ظلم وأرى يعني خزم وبكاء يعني كي تسد الباب عليك وكي تبكي في الليل لوحدك لكي لا يراك أحد وتعاني في صمت حبيبي أو حبيبتي تعاني بزت في صمت اتذكر اني لم نسيت ما قلت الطاقة ديال العزاب بالنسبة للعزاب هي طاقة مائية وهوائية طاقة مائية وهوائية بالنسبة للعزاب مائية وهوائية مائية عقرب حوت مثلك أو سلطة وهوائية دلو ميزان وجوزاء هذا بالنسبة للعزاب لنواصل قلنا ان طاقتك بالنسبة نحن دبا مع المنفصل طاقتك هي الحزن كتبكي بزاف يعني عييت بزاف عييت عيتي وتعاني في صمت وتخفي المشاعر ولا تخبر احد بهذه المشاعر لا تخبره احدا يعني كتخفيها غير الرزق نعم هذا يعني هذا الحزن الكابير وهذا الألم الذي كتحس به عزيزي برج الحود جعلك تفكر يعني تفكر بتغيير هذه الوضعية المؤلمة نعم وعيتي من هذا الانتظار الطويل عيتي عيتي وتطلب يعني العدالة السماوية وهذه أنت يعني الحكمة بدأت تتصرف بحكمة وقد تفكر في نفسك قليلا لأنك يعني أنت مظلوم ومع ذلك ما زلت تفكر في هذا الانسان يعني سيبقى مغمال هذا غير عادي يعني هذا الانسان ظلمك بزاف نعم أنت تصرفت مع هذا الحبيب بإلحاح وإصرار يعني لم تستسلم كتحبه بزاف ولم تستسلم لكن لم ترى أي نتائج لم ترى أي نتائج يعني إيجابية فقط رأيت تجاهل وهروب وظلم نعم أنت عيشت ظلم وهذا التفكير في هذا الحبيب ليلة نهار ترى أنه يعني يسرق من طاقتك يعني كيفاش نقوله نزف نزف مهم ما تدروش عليا وما تضحكوش عليا استنزاف نعم استنزاف الطاقة استنزاف الطاقة يعني بقيت بلا طاقة ما تدروش يعني ما تقدرش حتى تنفس لسبب هذا الألم والآن بدأت أنت تركز تركز يعني أنت تصرفت بحال مجنون أنت يعني الكفاح من أجل هذا الحبيب والإصرار والإصرار وهذا كارت المجنون يعني البراءة ديالك تجعلك هكذا تتصرف يعني كتبع غير قلبك نعم ودابا الأمبراطور تريد أن تتحكم في هذه الوضعية يعني كارت الأمبراطور تريد أن تكون أنت أمبراطور حياتك يعني أنت من يسيطر على حياتك وليس هذا الألم وهذه المشاعر التي يعني ما تبدك حتى لشي بلصة فقط للبكاء والحزن يعني كنتأثر بزاف يعني أحس بمعاناتكم وكنتأثر معكم بزاف إذا لنرى الآن ماذا ستفعل عزيزي بداية جديدة أنت الآن ستتحرك لكن بطريقة أخرى إداية جديدة ما زلت تحبه ما زلت تحبه ولم تفقد الأمل هو هو كذلك يحبك لكن هو يعني طاقته هو العاشق الأناني نعم دعون شرح لكم أنت طاقتك الآن هي التغيير ماذا يعني ذلك يعني الاختفاء أنت الاختفاء والعزلة هذا يعني ستتحرك هذا يعني ستتصرف بطريقة أخرى لماذا لتدافع عن نفسك نعم هذا كرت الشيطان تقول الحركة لكن حركة مختلفة نعم حركة مختلفة لصالحك نعم أنت تغير طاقتك وتفكر في نفسك قليلا يعني بدأت تحب نفسك قليلا وماذا سيحدث مع هذا الحبيب ماذا سيحدث ماذا سيحدث هذا الحبيب سيعني يعني هو سيبحث عنك لترفع معنوياته لأنك يعني اختفاءك وابتعادك يعني كينزل المعنويات دياله يعني هذه أمانية الحاشق من جديد نعم لماذا لأنه هو دائما واثق أنك هناك دائما يفعل ما يشاء يذهب ويعود لأنه يعرف أنك دائما تنتظره مثل كما أقول دائما مثل ماء البئر يعني هو عندما يعتش يذهب للبئر يحمل الماء وكيشرم والأن أنت صرت مثل النهر يعني ماء النهر التي تسافر ولا تبقى ولا تستقر في مكان آخر نعم وهذا سيجعله هو يعني نعم شوفوا سبحان الله العظيم يعني أنا أقشعر يعني شوفوا ش غادي يدير الحركة غادي يجيب حالحمق العربة يعني سيتكلم ليس غادي يتكلم سيأتي يعني هناك تواصل أكيد لماذا؟ لأنه يتألم ذكرت المشاعر والمعنوية دياله لأنك لست هناك ماذا سيفعل العربة سيتصل بك قراءة جميلة جميلة وقوية بالنسبة لطاقات المنفصلين وهي طاقة مائية مائية وكذلك وكذلك هوائية مائية وهوائية نعم مائية وهوائية نارية نعم لكن المهيمة هي المائية والهوائية كانت قراءة جميلة كانت قراءة جميلة وقوية بزف الله أحس بهذه الطاقة كانت قراءة مؤثرة قراءة جميلة ومؤثرة جميلة بزف كانت منها هذه القراءة تساعدكم أتمنى أن تساعدكم القراءة طارد لا تعطيكم الحلول ولا تقول لكم كيف يجب أن تعيشوا لكن تعطي لكم إشارات وعلامات لكي تساعدكم في هذه الحياة خاصة الحياة العاطفية السمرة ما هي الناصحة السماوية وملائقات الحب تقول أنت لديك القدرة أنت لديك القدرة استعمل قدرتك لإيجاد حلول لهذه الوضعية يمكنك فعل ذلك وهذه تقول تعطي فرصة لهذه العلاقة يعني منحي له وقت منحي للحبيب وقت منحي لحبيبك وقت منحي لحبيبك وقت أنت تستحق الحب أنت تستحق بأن يحبك تستحق بأن يحبك يعني ما رأيناه في القراءة يعني تقدر نفسك أنت مدم الآخر لا يقدرك فقدر أنت نفسك فأكيد أنه سيغير يعني عقليته وهو سيبدأ في تقديرك واخا كانت مننا لك كنت مننا يربي تستفدوا من هذه القراءة أو تساعدكم ولو قليلا وكانت مننا لكم الخير يا رب كانت مننا الله يحميكم الله يخليكم لي كنحبكم بزاف كنحبكم بزاف شكرا على تعليقات دياركم حتى أنتم ما كترفعون من معنوياتي من خلال كلامكم الجميل واللطيف كان حبكم بزاف أنا أعرف أنها يعني كلامكم كذلك صادق وكذلك أنا مشاعري صادقة تجاهكم كان بغيكم والله العظيم كان بغيكم كانت مننا لكم الخير كانت مننا لكم الخير كانت مننا لكم بالخير أقولها ثلاث مرات واش تحقق يا ربي حبيب شكرا لكم